السلام عليكم بنات مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم باذن الله حبيت نشارك معكم هاذا التحلية بزاف بنينة وبزاف اقتصادية ومكوناتها جد بسيطة اذا نبدأ على بركة الله اذا كما تشوفوا البنات الهنا التحلية تعنا بهذا السيرو تعليزانانا الهنا نجيبو كاسرانا ونحطو فيها هذا السيرو للسيرو تحقليل الضيفل والماء الهنا نحتاجوه حوالي ثنين كؤوس اذا بهذا الشكل ونضيفه ايضا عصير نصف ليمونة بهذا الشكل ونضيفه النشاء اللي هنا ضفت زوج ملاعق ونصف بهذا الشكل ونخلطه مضيح النشاء بش ما يهبطناش للتحت بهذا الطريقة ونضيفه نصف كاس من السكر هاذ الكاس يرفض ميتين ميلي لتر لهنا حوالي ثلاث ملاعق ونخلط المكونات مع بعض وهنا ينضيفه الصفار بيضا نضيفه الصفار فقط بهذا الشكل هكذا ونخلطو المكونات مع بعض حتي جنسنا الخليط ونحطوه على النار بهذا الشكل اذا هكذا البنات نحطوه على النار ونبقى نحرك تحريك من الصمر حتى ان يعقدنا هذك الخليط كما راكم تشوفو هنا بعد ما عقدت الكريمة ضفنا نصف ملعقة من الزبدة وضفت لاروم تاع السيدخون لاروم تاع القارس بهذا الشكل نخلطو المكونات مع بعض حتى تذوبنا هذك الزبدة بهذا الطريقة ونضيفه هكذا بهذا الشكل بهذا الطريقة هكذا ونبعد نفرغوه في انغي سيبيون بهذا الشكل ونجيبو البابي فيلم كما تشوفو البنات انا درتو يلامس السطح تاع الكريمة باش مدرناش هذك الطبقة ولا ادرنا هذك القشرة بهذا الشكل نخليه يبرد ونحطه في الثلاجة هنا البنات نجيبو الكريمة الشانطية نديرو البودرة الشانطية كاسة ذايرة في 200 ميلي لتر معا كاسة حليب حليب يكون بارد من الثلاجة لازم يكون بارد ونطلعو الكريمة الشانطية تاعنا بهذا الشكل هنا بعد ما ارتحت الكريمة تاعنا جبدناها من الثلاجة اللي نحلوها فقط بالباطير بهذا الطريقة من بعد نضيف للكريمة الشانطية اللي طلعناها بهذا الشكل ونخلطوها مع الكريمة هكذا بهذا الطريقة هكذا البنات نكملو الكمية المتبقية بهذا الشكل ونخلطوها مع بعض من بعد نحطها فلابوش ونخليها ترتاح لي شوية اذا بهذا الشكل من جهة اخرى هنستعمل لنا هذا البيسكويت تعبيمو هنديروه كطبقة اولى درت البيسكويت حوالي نصف علبة فقط وضفت له الزبدة من بعد نرحيه بهذا الشكل هكذا بهذا الطريقة لنا ضفت له الزبدة لانه حسيته مازال مطر مليش ضفت له قليل من الزبدة منعود نرحيه بهذا الشكل من بعد نوجد ليفغين دوعي لحنحط فيهم حطيت فيهم بيسكوي كطبقة اولى من بعد جبت لبنات الكريمة تعيلي سبق لي وحطيتها في الفلابوش وبديت نشكل هكذا وردات بالنسبة لهذا الأبوش البنات اني وريتها لكم مقبل درت عليها فيديو اللي حبت تشوفها تدقن حطلكم لوليا تحها اذا البنات مش تحافظي على هاد الأبوش خاصة قديمة تدري لها السيبور تحها تركبها هكذا في السيبور اذا نكمل ليفغين تابعي بهذا الشكل وبتسجين تعكم اختياري البنات انا زينت فقط بهذا الكارامال يتبع في المحلات هذه نشريتها بصناش نلف وما هي شغالية بالسيبور اذا ديكوري تكا ديكور بسيط فقط وبالنسبة لي عندها لزانانات قدرت تحطهم في مقلات تضيف لهم ثلاثة ولا أربع ملاعق من السكر يتكرم لهم وتحطهم هكذا على الجوانب اذا البنات هذه التحلية تعنا اتمنى انها نالت اعجابكم تحلية جد اقتصادية وجد بسيطة الى هنا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو اترككم في رعاية الله وحفظه الى لقاء في فيديو اخر